الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبت الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم مشروع تعميل المعرفة يقدم الدرس الثالث في تاريخ الفكر الاقتصادي تحت عنوان الفكر الاقتصادي خلال الحروب الصليبية الفكر الاقتصادي خلال الحروب الصليبية قبل أن أبدأ علي أن أنوه بأن الأدبيات التي كتبت حول التاريخ الفكر الاقتصادي خلال الحروب الصليبية لم يكن كثيرا وقد اقتصر عما كتبه المؤرخون أمريكيون والبريطانيون ولم يكن هناك أي فكر آخر أو أدبيات أخرى كتبت عن هذا الموضوع وعلى بكرة الله نبدأ لابد من التنويه بداية بأن مؤرخي الفكر الاقتصادي لم يعثروا على وثائق قيمة حول الفكر الاقتصادي في العهد الروماني لأنه درس الأول ذكرنا الفرق بين المثالية إذا بتذكروا المثالية الهيجلية والمادية الماركسية قلنا أنه هيجل بدأ من فكرة الروح التي تحتوي على الأفكار ثقافة المجتمع الدين المجتمع الأسرة وما شابه ومن هذه الأفكار ومن هذه الروح أو المثاليات ننطلق بفهم التاريخ أو التاريخ يصنع في حين أن كارل ماركس بدأ من البنى التحتية المادية وسائل الإنتاج وما يحتويه الاقتصاد منه يبدأ الوعي فانتهينا من هذا الدرس الأول انتقلنا إلى الفكر الاقتصادي في الدولة الهيلينية أو العصر الهيليني اللي هو الاغريقي ما قبل الميلاد في العهد الروماني حتى قبل الميلاد وعد الميلاد لم يجد المؤرخون أي آثار ذات قيمة عن الفكر الاقتصادي الذي ساعد خلال فترة الرومان لهذا ليس هناك شيء يقال عن حقبة الرومان ولهذا السبب أن ينتظر المؤرخون العثور على وثائق أو حفريات تبين ما جرى خلال الحقبة الرومانية هذا تنوية مهم جدا أحبة الطلب والمتابعين حتى نفهم تاريخ الفكر الاقتصادي على الأصول الآن أما حول فكر الاقتصاد في الحروب الصليبية فيخفل كثير من المؤرخين الاقتصاديين عن قصد أو غير قصد الآثار الفكرية لاقتصادات تلك الحروب سواء في أوروبا نفسها أو في المشرق العربي حيث دارت رحاءت تلك الحروب اللافت بأن هناك علماء اقتصاديين يعني العرب والمسلمين لم يكتب العرب والمسلمون أي شيء عن الآثار الاقتصادية للحروب الصليبية لكن بعض المؤرخين الأمريكيين والبريطانيين كتبوا باستفادة عن الفكر الاقتصادية بين القرنين الأول والثاني من الحروب الصليبية وبشيء من موضوعية أو بموضوعية عالية فنكمل أوردت بعض المراجعة مثلا المؤرخ الإنجليزي نيو هول وهذا المرجع 1963 قوله كانت الحروب الصليبية فرصة للانغماس في مغامرات تشبه الحرب تحت عباءة الزهد مع ميزات دنيوية في أراضي جديدة يعني الأوروبيين يعني كان الأوروبيون ينتقلون الآن من وضع أوروبا الاقتصادي والسياسي والاجتماعي إلى أراضي جديدة في المشرق العربي في فلسطين في سوريا وفي لبنان وفي الأردن ومشابة وبالتأكيد طبعا هناك فوائد روحانية لقد وجد على حسب ما قال لديو هول من مصادر وجد رجال الدين المتطرفون والمغامرون وأصحاب المصالح من التجار ومقردون الأموال هنا كانوا يعني يقردون الأموال في سبيل تحقيق ربح فاحش منها الأقنان اللي هم العبيد أو الخدم والخارجون على القانون وجدوا في الحروب الصليبية فرصة لتحسين المعيشة كل واحد منهم كان له هدف ليس هناك طبعا الدين المسيحي الطاهر لم يكن هو الهدف إنما هو هدف فقط تحقيق أرباح دنيوية أراضي جديدة عقارات جديدة مزارع جديدة وما شابه أخضع مؤرخون فكري الاقتصادي المؤسسات الكنسية للتحديل الاقتصاد الموضوعي ونتحدث الآن عما ذكره المؤرخون الأمريكيون والبريطانيون بتحديدا فهؤلاء المؤرخون نظروا إلى المؤسسات الكنسية كمنشآت تنطبق عليها قواعد التنظيم الصناعي خاصة نظرية الاحتكار أو ما يسمى بالمونوبولي هي هيكل من هيئة السوق التي تعلمناها بالاقتصاد الجزئي وكذلك الأمر البحث عن الريع كانوا يبحثوا عن أي شيء ليس من الانتاج يعني غنيمة حرب أو أن أراضي أخذوها بغير حق من أصحابها وبالتالي البحث عن الريع طبعا حقوق الملكية لأن كنيسة ادعت بأن لها الحق حق الملكية في الأراضي في أراضي فلسطين والخيارات العامة نسمى public choice يعني عامة ناس كانوا يختاروا أن يذهبوا إلى الحرب وقد استخرمت منهجية البحث العلمي في النظر إلى سلوك هذه المؤسسات والأفراد الذين انشغلوا فيها الذين انشغلوا فيها هذا التحليل الاقتصادي يعني شمل المؤسسات الكنسية والأفراد الذين انشغلوا بالحروب نكمل يذكر المؤرخ إيقلوند وهو من يعني أقوى المؤرخين ورفاقه طبعا يعني كان معاه مجموعة من المؤرخين الباحثين قال إذا طبقت مبادئ نظرية الاحتكار على سلوك المؤسسات الكنسية الرومية الكاثوليكية بالتحديد طبعا لم يكن هناك إلا كاثوليك في تلك الفترة لأنه البروتستانت لم يكن ظاهرين لكن في كرفي أرتودوكس بالدولة البيزنطية فبنقول لو طبقت مبادئ نظرية الاحتكار على سلوك المؤسسات الكنسية الرومية الكاثوليكية في العصور الوسطى بشكل عام والحروب الصالبية بشكل خاص حول عقيدة الربا نجد بأن هذه العقيدة قد تمظهرت كسياسة كنسية من أجل الحصول على الريع من المستهلكين بمعنى آخر من أن الكنيسة كانت قد شرعت الربا من أجل أن تحصل على فروقات من المقترض ومن المقرض حتى تدعم وجودها وتدعم نشاط الخساوسة كما أن الكنيسة قد مارس الشكل من أشكال التمييز بالسعر Price Discrimination كما تعلمنا ما يسمى التمييز بالسعر أو Price Discrimination تعلمنا بنظرية الاحتكار حولها لكن هنا ليس التجارة هنا حول عقيدة التطهر أو البرغوتوري التي ابتدعتها الكنيسة طبعا طلبت بواسطها من الأتباع أن يدفعوا ثمنا مميزا للتطهر بعد الموت وقبل دخول الجنة بخلاف ذلك فإن المؤمن قد لا يدخل الجنة بالسرع التي يرغب بها أما المؤرخ أندرسون الأمريكي فيقول بأن نشاط المجمع الكنيسي في عقول قرون وسطة كان مكملا في مجال الحقوق الملكية الحكومية وقصد منه بالوقت ذاته أن تجن الكنيسة ذاتها الإيرادات المالية إذن الآن نتحدث فقط نحن الآن عن وضع اقتصاري يعني كل هذه الحروب التي خارتها أوروبا ضد العرب والمسلمين طبعا العرب كانوا مسلمين ومسيحيين عندما جاء الصليبيون من أوروبا أول من بدأوا بقتل قتل المسيحيين العرب لسبب أنه كانوا عرب سبحان الله تفرق عنصرية نكبل الآن تقول بعض الرواية التاريخية بأن السلجوقيين وهم الأتراك طبعا فيما بعد يعني ورثهم العثمانيون لكن السلجوقيون هم جزء من الشعب التركي الذي كان مسيطر على آسيا الصغرى فهؤلاء السلجوقيون سمحوا لمسيحي أوروبا أن يحجوا إلى الأرض المقدسة في فلسطين مقابل دفع ضريبة الدخول ضريبة الدخول المقررة من السلطان السلجوقي لكن زيادة بقدار الضريبة لاحظوا لي فقط زيادة يعني لم يكن هناك اعتراض من أي واحد من الباباوات في روما أو في أي قساوشة في أي منطقة أخرى من أوروبا لكن زيادة بقدار الضريبة التي فرضها السلجيقيون في حوالي العام 1085 وهي السنة التي سبقت الحروب الصليبية تقريبا بعشر سنوات على الحجاج أثارت حبيظه البابا أوربان الثاني أو أوربان الثاني وهو من الأشخاص الذين شجعوا الحروب الصليبية وقتل المسيحيين العرب تحديدا شكلت الأحداث التي وقعت قبل العام 1070 وهو عام الحمل الصليبية الأولى حافزا للكنيسة كي تحمي قاعدتها البشرية التي اعتبرتها مصدرا للإيرادات المائية لاحظوني فقط كان هم الكنيسة في تلك أيام أن تحمي قاعدتها من البشر العاديين لأنهم هذول مصدر الدخل لها وقد كان الكاثوليك ينظرون في تلك أيام إلى الكنيسة باعتبارها ممثلا للرب في الأرض نجحت الكنيسة إلى حد ما حد بعيد طبعا بإقناع التابعين أنها تنفذ أوامر السماء في الشأن الاقتصادي لاحظوني كيف يعني مثل ما بعمل المشايخ المسلمين في هذه الأيام بعض المشايخ طبعا يعني نصب محتيال يعني ولا يخفى عليكم وكان ينظر إلى أي تهديد محتمل لسمعة الكنيسة بأنها لا تمثل أوامر الرب تؤدي إلى غضب القساوسة وعوقب أي شخص يروج لمثل هذه الأفكار بالقتل وقد حرم كثير من التجار وأصحاب المصالح الدنيوية من منافسة الكنيسة في سوق الدين ماركت فور ريليجين سبحان الله زي الآن بعض مشايخ المسلمين الذين ينصبون ويحتالون ويتحايلون على كثير من الناس البسطاء فإذا في سوق الدين خاصة في مجال جني إيرادات من أي مصدر ممكن من الضرور أن تفهموها أحبة الطلب والمتابعين الآن حسب ما يرويه المؤرخون الأمريكيون فقد سعت الكنيسة بالسر والعلن لإجهاض كل محاولات تخفيض حصتها السوقية ماركت شير يعني معنى آخر كان هناك تجار وكان هناك جنود وكان هناك مديرون يديروا هذه الأراضي التي اكتسبها الغرب في فلسطين في سوريا في لبنان في الأردن شرق الأردن وغرب الأردن طبعا فالكنيسة أردت أن تحفظ على حصتها السوقية من هذا الريع وهذه الإيرادات الكبيرة وواجهت مخاطر ذلك بكل قوة من خلال التحريض على الحملات المتتابعة ويعود السبب في ذلك من وجهة نظر مؤرخي الفكتصادي إلى إلحاح الكنيسة ذاتها على إثبات وجودها في قلوب المؤمنين بأنها ممثلة الرب في الأرض فكسبت واسطة هذا المعتقد تأثيرا اقتصاديا وسياسيا غير مسبوك في حياتها وكان مبدأ سوق الدين ثاني مرة من أقوى ما استنهلت إليه طيلة الفترة من بداية الحروب الصليبية وحتى نهايتها سنة 1271 تقريبا بتحدث عن 275 سنة تقريبا تقول المؤرخة كثتو مثل أمريكي معروفة جدا هذه المؤرخة بأن الكنيسة وأتباحة كان ينظرون إلى صلاة المؤمنين والتزامهم بالتعاليم كأنها تقنية تستخدم للسيطرة على البيئة المادية والتلاعب بها في بعض الأحيان لاحظوا لي فقد أقنعت الكنيسة أتباحة بأن تدخل إلهي كان ممكن بواسطة صلاة المؤمنين لكن الصلاة لا تصل إلى الرب كي يتدخل إلا بواسطة القساوسة وأن هؤلاء القساوسة والكلام لا يقدمون مثل هذه الخدمات دون مقابل هذا الآن أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع القصير المقطع المقبل الرابع إن شاء الله في الفكر الاقتصادي سيخصص لفكر القديس توماس الكويني والمفكر المسيحي جون كيلفن باعتبارهما مفكرين مشهورين في عالم الفكر الاقتصادي وإن شاء الله إلى لقاء آخر بإذن الله قريب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر